هذا ويشهد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مراحل متقدمة من الشراكة جعلت من البحرين محط إشادة دولية ونموذجا رائدا وتعمل السلطتان على تبني المبادرات الوطنية بغية تحقيق الأهداف المنشودة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين مصلحة الوطن العليا وخدمة المواطن الملتقى الجامع لكافة الجهود الوطنية ولذلك تعمل السلطتان التنفيذية والتشريعية برؤى توافقية مشتركة للبناء على ما تحقق من نجاحات غايتها دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم فتعزيز العمل بين السلطتين هو اللبنة التي تقوم عليها ركائز التنمية والمتمثلة في دعم المبادرات الوطنية التي تصب في صالح تحقيق النمو والازدهار للمملكة من خلال التواصل مع كافة المؤسسات الرسمية والمدنية ومع مختلف مكونات المجتمع البحريني ولأن مصلحة المواطن أولوية دائمة يحرص أعضاء السلطة التشريعية في لقاءاتهم واجتماعاتهم المتواصلة مع الوزراء والمسؤولين على تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية عبر الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا وهو ما يعكس الاهتمام بكافة المواطنين المكتسبات الوطنية أصبحت ثمارا نجنيها اليوم بفضل دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يدعو دائما السلطة التنفيذية إلى تقديم كل أوجه الدعم للسلطة التشريعية من أجل العمل على تطوير كافة المجالات التنموية وبعزم الكوادر الوطنية من فريق البحرين تنطلق مسارات التنمية بوتيرة متصاعدة محققة إنجازات ونجاحات تعكس المساعي الهدفة إلى تنفيذ برنامج الحكومة 2023-2026 بأعلى معايير الجودة والكفاءة والإتقان فنجاح البحرين في تجاوز العديد من التحديات وبلوغها مستويات متقدمة في برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي يثبت مجددا أن العمل المشترك بين السلطتين جعل من مملكة البحرين محط إشادة دولية على كل المستويات والأصعدة المختلفة